التقى السفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جحفر في العاصمة سلطون فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يزور السودان حاليا ليقامت عدد من المخيمات الطبية ضمن مصروع المركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة إذن نحن نعرف جيدا مركز الملك سلمان والوقوف دوما على الحالات في السودان أنا أعتقد أنه دعم الجليل جدا وعمر كبير جدا جدا كونه يعني يخفف كثير على المحتاجين للعلاج وخاصة في مجال النظر وطبعا كثير من العمليات عملت في السودان في الحرطوم فكانت يعني يمكن أكثر من عشرين عملية إذ عمل وبعدين كان في توزيع للنظارات يمكن قريب لألف نظارة وكانت يمكن فيه كمان أدوية للأمراض اللي خاصة بالبصر وطبعا ده كله أنا بفتكر شغل جميل جدا جدا ووقوف مركز الملك سلمان مع السودان في جميع المحن والأزمات خاصة المخيمات سواء كان في فسط الشتاء أو في فسط الخريف فإن شاء الله نتمنى لهم دوام الخير ونتمنى لهم دوام البركة إن شاء الله فيه كمان أعمارهم وفيه ما يقومون به المركز إن شاء الله هو نفذ 23 مشروع برضو تاني لأعمال الطبية التطوعية وكمان الأمراض المسببة لألعمال إن شاء الله شوفها الناس كلهم يا رب بإذن الله نشكر المملكة العربية السعودية حكومة مليكا وحكومة وشعبا